نسمنا من مطش انا عارف المطش كله كلام دراما تمام دايما كنت بقول كل يوم هنا محدش يكلمني عن كارلوس كيروش الا لما يخلص مهمته لما نشوف هنعمل ايه كالس الوامر افريقية بعدها تصفت كالس العالم فما فيش كلام لكل شوية نقول ده ده كويس ده مش كويس كنت بارفض الفكرة دي عشان انت بتدي لحد تسك بتشوف اخر التسك ده هيعمله ولا لا المهمة هيعملها ولا لا خلصت المهمة وما حصلش فيها النصيب تقييمك لكارلوس كيروش هل هو تجربة انها جحة مع منتخة مصر ولا لا هل هو او من المفترض انه يستمر معانا ولا لا نشوف خطة جديدة فكر جديد وهكذا رأيك هو في البداية انا قبل ما مقيم كيروش نفسه لازم اقيم التركة اللي جاء عليها كده هو جاء على منتخب عمل ازاي سقود عمل ازاي منظومة عمل ازاي يمكن تقييمه على كنمبرز او كستاتس هو وصل فاينل افريقيا فده نجاح كبير جدا وصل لاخر مش اخر مرحوضة وصل لبلانتيات عشان توصل كاس عالم وخرج وصل لسيمي فاينل كاس عرب من غير اللعيبة الدوليين فده نجح تاني فانا بشوف ان التجربة نكحة بس مش نكحة عشان ده بس هي نكحة علشان هو دخلك استراتيجية معينة في اختيار اللعيبة دخل طريقة معينة في التاكتكس للعيبة دخل اسلوب جديد ونمط جديد للكورة المصرية انت كنتش بتشوفها زي الاربعة ثلاثة ثلاثة والترحيل وعملية دخل لك منظومة دفاعية قوية جدا فعارف لما تيجي انت تبني بيت فتأسس بعمود وخرصانة وبعدين تبني تحط الطوب وكذا هو ابتدى يعملك الاساس الاساس الدفاعي انت كنت لسا بتكلم مع اسلام انت لعبت قدام السنغال 120 ديئة و120 ديئة و90 ديئة انت بتتكلم ساعتين اربعة خمس ساعت ونص ولا ست ساعت جابوا فيك جون واحد من كرة سابتة جون واحد بس بسمعيلة صار بقى وساد يوماني ووي 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 ممكن اعطعك في حتة ممكن تزعع الناس كتيرة ويا رب تتفقوا معي وتختلفوا يعني بس الاهل والزمالك لهم اكبر نديين في الكارة وفي مصر تمام عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا صح والمدفعين اللي موجودين في منتخب مصر هم هم مدفعين الاهل والزمالك كون بقى ان المدفعين بتوه الاهل والزمالك دول يجيدوا مع منتخب مصر ولا يجيدوا مع النادي الاهل والزمالك فده مجير فني صح فتوح ما هو وحش مع الزمالك، ما نعم وحش مع الأهلي يعني عنده التزاز في المستوى الفترة المستوى لكن هم لعب أمكانياتهم كبيرة جدا طبعاً أبقى مع الفورما نفسها بعد طولة أفراجها فيها داونجريد طبعاً لكن هم ليه بيظهروا بالشكل ده مع المنتخب المصري لأن في منظومة قوية منظومة دفاعية قوية لكن خلينا نقول لأنه ما فيش مدارب ما عندهش مشاكل طبعاً هو يمكن يكون عنده مشاكل في حتة التحول الهجومي شوي أنا لسه كنا أتكلم برضو مع الكباتن فكرة أن أنت عندك حمدي فتحي، عندك نيني، عندك عمر السولية التلاتة شبه بعض محتاج واحد يزوءك لقدام لو الملعب من البداية في زيزو وفي تريزيكي وفي صلاح وفي مصطفى تحولك الهجومي وشكلك الهجومي حيبقى بدل ما هو 20 دقيقة بس الشوت الثاني اللي أنت إسلام شفت فيها زيزو بيس حيبك لقدام هتبقى بدل ما هي 20 دقيقة كريم هتبقى 40 دقيقة هتبقى 35 دقيقة وفي الشوت الثاني عندك هجمتين تلاتة لكن فكرة أن أنت دايما بتبني اللعب أو عايز تتحول على ثلاثة نص الملعب اللي أدوارهم متشابهة بتفكرني برضو زي ما الأهلي كان بيعملها مع موسيماني اللي هو يلعب بديانج وعمر السولية وحمدي ما برضو شبه بعض التلاتة عندك مشكلة فيهم برضو في حلامات استفاهم معينة على اختيارات أنا عن نفسي بقى أنا ما عنديش تفسير لها يعني ممكن يكون هو شايف أفضل مننا كتير لكن دايما بنقول أنه هو بيستخدم السترايكر النمرة 9 الصريح وأنا عمل أقول يا رب مرموش يا لعب يا رب مرموش وهو في حالا لعب مرموش طب أنت هل كل الفتر دي بتستخدم السترايكر التسع الصريح سواء مروان حمدي أو مصطفى النهاردة لو هتستخدم اللعيب الرنر كنت ضميت معك مثلا شريف كنت ضميت معك أحمد عاطف ما تلعبوش بس تبقى ورقة مثلا تستخدمها نفس الموضوع رامي رابيح فكرة من هو يبدأ برامي كانت بالنسبة لي غريبة بس البدء بيها